كارسة طبيعية تضرب هذه الدولة وسقوط مئات الضحايا والجرحة شاهد الأخطر من توقعات سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من حلقات توقعات سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف ومجموعة من أهم وأخطر التوقعات للمرحلة المقبلة وتوقعاتها لـ 2024 للدول العربية وأيضا التوقعات العالمية تتوقع ليلة عبداللطيف أن وسيلة نقل غير الطيران حنشوفها بتعمل بين دول الخليج خلال السنوات القادمة بيتعرض أمير الكويت لعهرة صحي مفاجئ سنشهد هطول الأمطار الغزيرة وتساقط للسلوك في دولة الكويت سنرى الأعمال شبه معطلة في بعض المدن الكويتية بسبب الأجواء المطرة شايف الأمن الكويتي بيسجل إنجاز أمني بارز بيساهم في حماية الكويت من الأخطار وده من خلال ضبط كميات كبيرة من الأسلحة واللي كانت مهربة إلى الكويت وأرى دولة الكويت تتخذ قرار بترحيل بعض الأشخاص الأجانب المقيمين على الأراضي الكويتية لحدث ما أيضا ليلة عبداللطيف بتتوقع أن الأسف الشديد شايفة بوادر كارثة إنسانية بتقترب من الكويت بسبب حدث بارز وسنشهد أيضا حدث إجرامي وهو جريمة بارزة لأحد الأفراد في لبنان وبيطال أحد أفراد عائلته حدوث هذه الجريمة أرى يتكرر من جديد وبيطال شخصية سياسية بارزة وجميع أفراد عائلته وده على أراضي أحد الدول العربية خلال المرحلة القادمة المملكة العربية السعودية هتكون تحت رعاية وقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وستقوم بإنشاء مجمع جامعي ضخم وكبير غير مسبوق وداخل الإسناوات القادمة أو الأشهر القادمة شايف خروج صفن حربية إيرانية من المياه الإقليمية الإيرانية مما يسبب حالة من الترقب والحذر في بعض دول العالم طائرات إيرانية مسيرة بتحمل صواريخ جو وبتستعد والهدف والدخان الأسود بيغطي المكان حدوث عملية اغتيال بتطال شخصية عراقية سياسية بارزة سنشهد طيران حربي إيراني بيظهر في الأجواء سيكون مفاجئ ومضادات القوات الإيرانية تساعد وتتصدى من الأرض المرحلة القادمة تشهد تطورات تؤدي إلى تقارب سعودي وإيراني وبشكل مفاجئ وأرى استنفار من قبل المقاومة والعدو الإسرائيلي يتوعد ويهدد أجواء الحداد نراها تخيم على سماء دول الخليج للأسف وده بسبب رحيل شخصية خليجية بارزة تطورات إيجابية بتجمع ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وعد الدول العربية وهذه تطورات تعيد للجامعة العربية حضورها الفاعل وتأثرها الكبير على بعض القرارات العربية القادمة السعودية الاتفاق على سلامة وتأمين الحدود بين دول الخليج وبعض الدول العربية من عمليات التهريب واللي هتأدي للقضاء على جزء كبير من التهريب وصناعة الممنوعات بكل أنواعها الحدود بين الدول هتكون مغلقة بسبب أحداث طارئة وحرائق ولهب بيحاصر الناس بشكل مفاجئ وسنسمع عن مقتل أو اغتيال ملياردير بارز ومعروف في العالم العربي وقد يكون أجنبي كمان سيكون ملياردير بارز ومعروف في العالم وفي ظل ظروف غامضة وذا هيؤدي لحدوث بلبلة إعلامية في عدد الدول في العالم كمان 2024 حيكون عام التغيير الكبير حول العالم بسبب حدوث كوارث وانقلابات بتأدي إلى سقوط أنظمة وحكومات وفي أكتر من دولة في العالم كمان حنشهد انتفاضات تؤدي إلى وقوع مأساة في الشوارع خاصة مع اقتراب أزمة أو كارثة الغذاء العالمية اللي حيعاني منها الكتير من الدول خاصة دول العالم الثالث الأمراض والأوبئة للأسف سوف تهدد مزيد من دول العالم في 2024 وحنشهد حدوث مظاهرات حاشدة في معظم الدول اللي بتتاجر بأرواح الناس من خلال الفساد وانهيار الاقتصاد بسبب نهب أموال الشعوب وحنرى موجة احتجاجات والغضب وصرخة عالية ضد أخذ اللقاحات في هذه الدول والناس حتمتنع عن أخذ اللقاح وأيضاً حتكون للبنان حسطة من هذه التوقعات هيشهد العالم مشهد مؤسف وبالغ الخطورة وده بسبب تفجيرات بتطال أحدى المستشفيات في العالم مما يعرض هذا المشفى لإطلاق صواريخ من الجو ويؤدي لهدم وتدمير هذه المستشفى هذا الحدث سيكون في دولة تعاني من ويلات الحرب ويتصدر كل وسائل الإعلام العالمية خارج لبنان كمان اليابان بتشت كارثة طبعية بتهز أكثر المدن اليابانية وتؤدي لسقوط مئات الضحايا والجرحة والجرحة ووسائل إعلام نراها تنقل حجم هذه الكارثة والأضرار الكبيرة ومشاهد الضحايا المؤسفة للغاية في نهاية حلقتنا النهاردة بشكر حضرتكو جداً إلى اللقاء غداً وتوقعات جديدة دمتم في أمان الله ورعايا